اشتركوا في القناة المنمدج بالتفاعل الكيميائي الذي معادلته زدان plus 2H3O plus يعطينا زدان de plus plus H2 comme gaz plus 2H2O القينا كتلة قدرها 650mg من مسحوق الزينك في دورق به حجما V égale 75ml من المحلول الحمضي للتركيز المولي C باستعمال التركيب التجريبي الموضح بالشكل الثلاثة السؤال الأول مكنتنا الطريقة المتبعة سابقا من رسم البيان الممثل لتغيرات النسبة Y égale Zn de plus على H3O plus كتركيز Zn de plus على تركيز H3O plus بدلالة الزمن السؤال الألف بالإستعانة بجدول التقدم أكتب عبارة Y بدلالة C و V و X مدام طلبت Y بدلالة X X ليس X final نتفقل يعني أننا نستخدم الحالة الانتقالية في الجدول ف ننجز أولا إذن جدول 0 التقدم X و X و X لماذا؟ لأنه أعطيت لنا المعلومة أن التحول الكيميائي هذا تحول تام يعني أن X بلغ القيمة X ماكس التي تجعل إحدى المتفاعلين بالنسبة لنا معدوم إحدى كميتي إما زادان إما أشتقوا أو برس بالنسبة لهم طلب من إستعانة بجدول التقدم فهذا السؤال ألف لأنه 1 ألف طلب مننا أن نستخرج عبارة النسبة Y بدلالة C V X إذن نبدأ بكتاب النسبة ما هي عبارة النسبة؟ عبارة النسبة المعطات هي Y بالنسبة تركيز تركيز من؟ زادان دو بلس وهو فرد يتشكل تركيز زادان دو بلس في اللحظة T على ماذا؟ على تركيز H أو أو الذي يمثل فرد يتفاعل فرد يختفي بطريقة تدريجية ف للتعبير عن تركيز زادان دو بلس و H3O لازم نروح لجدول التقدم ونخرجه بالكمية لأن كل تركيز هو الكمية على الحجم ولكن هنا المحلول له حجم ثابت وهو V وهو حجم محلول حمد الأزوت المعرف في التمرين بV أما هذه العبارة فنعبر عن كل تركيز من جدول التقدم حق ألف نزدان دو بلس هو X وهو بطريقة تركيز المولي لزدان دو بلس هو X يقصر بلس ناثم حق نوع تركيز زدان دو بلس ومحرف التن ص cuerpo ميات الدو بلس في الحراو لانانتقالية وهي X ديفسي بلس بلس هذا اول تركيز والمكتوب هنا في الباشر أما تركيز فرصفًا واضح أنodor الـ سن فحول الوسيل مثل يعطني من ثم پ像 رجل Edward multiply بالجمه . إنه المسء مقارب الصغار 17 نسرثه بالجمهر و ط permChoف أبروه التعجل ، فالجمه أن نأخذ ببśك سمية C في V وبالتالي هنا سنكتب أن هذا سيساوي C في V ناقص V sur 2X لتو سور V بهالتالي وبالتالي يمكن الآن عندكم الدروة تكسبوا هذه C في V على V هي C موان 2X لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لذلك لا يوجد مشكلة سنكتبوه هنا ونكتبوه هنا هنا واحد على V و هنا واحد على V سنذهب بالتعويض بالتعويض في عبارة Y نجد نجد ماذا أن Y سيساوي ماذا نبدأ بZn لقد اختيت بالتعويض ماذا أنت كفي فى بلنا لذا سنذهب في امرد ماذا أن تشبف ماذا أنت يقول ها أنت أنت ماذا أنت؟ ماذا أنت؟ ماذا أنت؟ ماذا أنت؟ ها أنت؟ كفي فى بلنا ناقص 2X فعبرنا عن Y حقيقة بدلالة ماذا؟ بدلالة X C و V وهو المطلوب ألف هذا هو المطلوب ألف إذن في السؤال B باستغلال المعطيات أوجد مع التعليل كل من المتفاعل المحد والتركيز المولي C وزمن نصف التفاعل إذن نبدأ بالمتفاعل المحد المتفاعل المحد كون أن التفاعل تام كون أن التفاعل تام فالمتفاعل المحد الكمية النهائية ستكون صف حنا في العلاقة هذه كي نشوف معها Y كان يساوي زادان دو بلس أولا على من؟ على H3 أو بلس لا Y ما دام يساوي زادان دو بلس سيلا بلاي شوفوا مني ديفيزيه par H3 أو بلس فلو كان نحضوا مني لو كان H3 أو بلس متفاعل محد لأن عدمت قيمة التركيز المولي له في الحالة النهائية لا يمكن أن ينعدم لو كان H3 أو بلس محد ونحن عم بنا بليل تفاعل هذا تفاعل تام لأن عدمت كمية المادة تعهو في الحالة النهائية ولا ألا إجراك صدير في النهاية وانت تلقى إجراك إجراك تلقاه لكن عدم هذا وانت تلقى الإجراك إجراك يقول إلى ما لا نهاية لو كان هذا سفر لا ألا إجراك إلى ما لا نهاية متفقين لكن نلاحظ أن إجراك يقول إلى قيمة ما هي؟ هي الواحد مدام آلة إلى القيمة واحد يعني أن H3 أو بلس لا يمكن أن يكون هو المتفاعل المحد المتفاعل المحد مباشرة فنقول بالطريقة هذه لو كان لو كان H3 أو بلس هو المتفاعل المحد لكان تركيز H3 أو بلس ألتا فينال وشو ساويك لكان يساوي سافر حكا سافقنا هذا كان يعني ماذا أن Y فينال مشا يساوي يساوي ساوي ساوي certainement زدان دو بلس نقدر نقول لك زدان دو بلس فينال على ماذا على H3 أو بلس فينال إلى أين يقول بيانسور كيعد H3 أو بلس معدوم Y فينال أين يقول سيقول مباشرة إلى ماذا إلى زائد ما لا نهاية لكن من الشكل نلاحظ ان Y لا يقول الى زيب من النهاية Y يقول الى قيمة حدية وهي الواحد دليل قاطع على ان H3O Plus لم ينعدم من الشكل المعطى من الشكل المعطى نلاحظ ان Y فينال يساوي واحد هذا يعني ان Y فينال بما انه لا يقول الى مال النهاية هذا يعني يستلزم ماذا ان H3O Plus ليس بالمتفاعل المحد اذا من هو المتفاعل المحد حتما ومنه زدا هو المتفاعل المحد زدا هو المتفاعل المحد هل اعطيت كمية مادة زدا لتحديد قيمة X ماكس اجبنا على السؤال لكن من الأفضل استخراج قيمة X ماكس لإيجاد قيمة C لأن المطلوب الموالي أن يستخرج هذه C في V موان دوز X ماكس وهذه X ماكس النسبة هذي يساوي Y فينال Y فينال سيساوي حتما واحد إذا كان Y فينال يساوي واحد المعادلة هذه لازم يكون عندي X ماكس وش يساوي لازم نحسب السعر X ماكس وبين سور C هو القيمة الوحيدة المجهولة إذا لحساب C لحساب قيمة C نستخدم قيمة Y فينال وش يساوي من فضلكم من هنا؟ سيساوي X فينال على C في V موان دوز X فينال وX فينال هذا يساوي X ماكس حيث وX فينال يساوي X ماكس لأن التفاعل تام بما أن التفاعل تام فين X فينال يساوي X ماكس فين يجب علينا استخراج X ماكس قيمة X ماكس فما هي قيمة إكس ماكس؟ قيمة إكس ماكس نحسبها أولاً كيف نحسب قيمة إكس ماكس؟ بيشير رحوا الكمية محجدوا للتقدم واللحظة باللي أنفنال زدن نزغو زدن بيشير موان إكس ماكس يساوي بيشير سف يعني أن إكس ماكس ماذا يساوي؟ إكس ماكس سيساوي أن زغو زدن أو مزدن معرفة بماذا؟ بيكوتلا وكوتلا موليا donc ça va être مزدن مزدن المواطعة 650mg divisé par M زدن 65 et donc on détermine le x-max هذا 0,65 sur M 65 سوف يخرج 10-2 مول هذه هي قيمة إكس ماكس نعودها مباشرة هنا الآن يتقال 10-2 sur C و V مول très bien نجل Y Y final وهي الآن إكس ماكس إكس ماكس سوف C في موان دوز إكس ماكس ونحطوها تساوي ماذا؟ نحطوها تساوي بيشير القيمة أن x-max سوف يساوي ماذا؟ سوف يساوي C في V موان دوز إكس ماكس جداء طرفين جداء الوسطين C في V موان دوز إكس ماكس يساوي إكس ماكس وش نديرو؟ نقلو إكس ماكس الطرف هذا وش يخرج؟ يخرج ثواز إكس ماكس إذن ثواز إكس ماكس سوف يساوي C في V اننا C سوف يساوي 3 إكس ماكس سوف يساوي سوف يساوي كم يساوي ونقسم على السنين قيمة سوف يساوي سوف يساوي سوف يساوي سوف يساوي ثواز إثنين سوف نقسم 10 و نقسم 40 على 75 سوف نقسم 0.4 4 في حجر صناق 1 لأن قيمة C ستساوي 0.4 مول بار لتر وهو كذلك مطلوب وهو المطلوب الثاني ترجمة نانسي قنقر